على مدار الزمن كان أبأنا العظام في تاريخ الكنيسة سواء أبأنا الشهداء أو أبأنا القدسين كانوا مصار إعجاب الناس يعني ليه ده بيتكلم بهذه الثقة ليه الرجل الفقير ده الغلبان الصياد بيتكلم بكل هذه الثقة وكأنه يعني حد يملك فعلا معرفة كبيرة جدا هو ليه الشهيد فرحان أو كده يعني هو راح يموت يعني إيه اللي يفرح يعني واحد راح يقطع رقابته يعني إيه اللي يفرح في كده يعني حاجات كانت بتبقى مصار إعجاب للناس وتعجب الحقيقة ليه الناس دي بتعمل كده إيه الرجاء اللي عند الناس دي يخليها تتصرف بهذا التصرف إيه اللي يخلي واحد يسيب الدنيا كلها ويقعد يلف الكون كله عشان يبشر بإسم المسيح إيه اللي يخلي شهيد يروح يقول لهم أنا على فكرة مسيح إيه اللي يخلي ثلاث فلاحين في الصعيد لما يعني ما لقوش حاجة يتدبحوا بيها لو روح هما متصرفين وجايبين الفاسب إيه اللي يخلي الناس دي تعمل كده وإيه الدافع القوي اللي يخلي الناس دي تتصرف بهذا التصرف ما سبب الرجاء اللي عند هؤلاء تعال نتكلم أكتر ويعني ونعرف أكتر ده كان نسمحولنا نرحب بضيفنا المنوار ده النهاردة الأستاذ إيهاب صبحي الخانم بكنيسة الملاك رفاقيل بالمعادي أهلا بحضرتك منوارنا منوار بيك صباح الخير يا سوز إيهاب أهلا بيك قبل ما ندخل كده للعمق ونشوف الإجابة على التساؤلات اللي قالها استحق واللي أكيد جوها كل واحد فينا يبقى محتار ليه الناس دي كانت بتعمل كده نسمع الجزء ده من الأصحاح ونرجع لكم مرة تانية مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا قوة غريبة وعجيبة في كلمات بطرس الرسول مرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ إيهاب خليني أبدأ بس بالقوة اللي موجودة في الكلمات يمكن شفنا كتير من الأباء أو الإنجليين في كتابتهم وفرسيلهم بيكون في بعض الاقتباسات من العهد الأديم دي بتعني إيه يعني ليه دائما بستشهد مثلا في بعض الأمور بحاجة مكتوبة في العهد الأديم الاقتباس في العهد الأديم أساسا ده قوة الروح القدس قوة الروح القدس جاية من العهد الأديم للعهد الجديد حاجة واحدة خط واحد ماشي في الكتابة المقدس فالاقتباس من العهد القديم بيقول أن الروح القدس اللي في العهد القديم هو المكمل في العهد الجديد والقوة دي هي اللي خلت أباءنا اللي كانوا بتكلم عليها وصدر الصحاق دلوقتي يستشهدوا ويقدموا حياتهم للمسيح حتى يوصلوا للملكوت اللي هو شايفينه قدام عينيهم الرجاء اللي هو كان عندهم أن الملكوت ده حاجة جاية حاجة قدامهم مش حاجة بعيدة عنهم عشان كده الأباء ما كانوش مهتمين قوي بالأرض لأن الأرض دي فترة انتقالية خمسين ستين مية انطالت أو قاصرت هو هدفه الأساسي السماء صحيح أنا برضو عن الصحرات كونوا مستعدين إيه هو الاستعداد اللي يقصدوا هنا وزاي يكون يعني الاستعداد اللي كان عند الأباء ومفروض إحنا نكمل فيه اللي هو حياتنا الطهرة والمقدسة اللي بنقدمها ربنا زبيحة الزبيحة دايما إحنا بنقدمها على المسبح إحنا بنقدم في حياة الاستشهاد بي كانوا بيقدموا أباءهم روحهم زبيحة عشان يوصلوا للسماء الأباء ما كانوش مهتمين بالأرض بفتكر قوي قصة الواحد وعشرين شهيد بتوعليبيا لما كانوا بيعذبوهم ما كانوش مهتمين حتى بيقولوا أن اللي كانوا بيعذبوهم كانوا خايفين منهم دا حاجة غريبة جدا وسط لنا عن طريق حد منشاف اللي بواقع وحكى كانوا خايفين الأرض بتهتز مجرد ما يقولوا كريالايسون إيه دا أنت بتعذبه وفي نفس الوقت أنت خايف منه دا كان غريب فهو حياتنا الطهرة المقدسة هي دي اللي بتشفى علينا قدام كل الناس وتتقدم شهادة قبل ما تقدم رأبتك أو تستشهد أنت بتقدم حياتك شهادة هو دا مفوض الشهادة الحقيقية صحيح بس فكرة أني أجاوب عن إيماني أو أن أنا أشهد زي ما حضرتك بتقول دايما الإنسان لما يكون جواه قوة في البتالي بيرد بمنتهى القوة وبيكون إجابته مؤثرة في اللي حواليه إزاي يكون عندي استعداد للإجابة أو يكون الإجابة جواية يعني مين اللي هيسألني ومين اللي أجاوب عليه ومين اللي ممكن ما يجاوبش على التساؤلات الوسانيين كانوا زمان بيسألوا المسيحيين أنتوا إزاي بتأمنوا بإله مصلوب أو مالوش أي قوة على الصليب إيه دا؟ إيه الواقع اللي أنتوا شايفينه طبعا أبقنا في أبائي الكنيسة كانوا شايفين القوة اللي حصلت بعد الصلب كل الناس شايفة المسيح المصلوب بس إنهم مش شايفة اللي حصل بعد كده القيامة إنه هو نزل الجحيم وسبسابيا الناس مش شايفة الصورة دي إحنا اللي شايفانها عشان إحنا مؤمنين بيها فكان دايما الأباء يردوا أنتوا مش شايفين اللي إحنا شايفينه والرجاء بتاعنا إحنا شايفين الملكوت شايفين السماء اللي جاية فهو ده اللي دايما نشهد به ولو ما نتسئل لازم نرد على قد اللي زي ما بيقولوا على قد السؤال إن فيه ناس بتسأل لمجرد السؤال مجرد إنه هو عايز يستفزل قدامه يعني مش كل حد يسألني المفروض إن أنا أجاوب أفضل بقى داخل مهاترات وكلامه أفضل يكون عندنا إفراز يعني أنا عرف نرد إزاي على الأخ اللي بيسألنا أو اللي بيتجادل معانا زي ما بيحصل على الفيسبوك ساعات ناس تسأل لمجرد الاستفزاز بس عشان يعملوا موضوع من لا موضوع إنه هو مفروض اللي يترد عليه اللي يبقى عندك إفراز الرجل ده عايز يفهم ولا مش عايز عايز يوصل لحاجة عايز يوصل للحقيقة زي ما كان أبقى أنا بيرده لما بيتسائلوا قدام الاستشهاد أنت مسيحي ولا لأ لو أنا مسيحي الحقيقة أنا شفت مرة خادم بيخدم في بلد ما فيهاش ناس تعرف ربنا أصلا يعني من أي ديانة ولا أي حاجة خالص يعني فبقوله طب يعني بتمشي تعمل إزاي كان كل فكر إنه هو إيه بقى الحاجات اللي في الأفلام بقى القديمة بقى هو بيمشي يبشر وبتاعه وحاجات كده زي أبقى أن الرسل ما كانه بيعمله قال لي لا طبعا ما قدرش أعمل كده قوانين البلد لا تسمح يعني فبقوله بتعمل إيه بيقول يعني إحنا بنروح اللي فيهن أطباء بيقدموا علاج وبيقدموا خدمة وبيقدموا محبة وبيقدموا للفقر احتياجاتهم فلما هو بيسألني أنت بتؤمن بإيه فبقى بقوله يعني فإزاي أنا دايما أقدم نفسي أو مش أقدم نفسي بقى أقدم المسيح من خلالي يكون هو الإجابة الشافية والكافية لكل إنسان حتى لو ما سألش نقدم المسيح في ضوء علاقتنا بكل الناس اللي حوالينا إحنا كمسيحيين مشهورين بآية الله محبة الله محبة دي هي المسيحية أن أنت تتكلم مع كل الناس بمحبة مهما كان هو بيعملك إزاي إحنا عندنا في المسيحية بصفة عامة عندنا ميزة أن أنت المسيح لما جاي إدى الحب لكل الناس صالبيه الناس اللي اعتادوا عليه الكهنة كل الناس قال لهم خلاص أنا غفرت ليكم على الصليب آخر كلمة غفرت ليكم فإحنا عندنا الميزة أن إحنا نقدم الحب لكل الناس بعض الأباء كانوا بيبشروا بمجرد وجودهم فوسط الناس زي ما أنت كنت بتقول بعض المبشرين كانوا بيروحوا بلاد ما يقدروش يفتحوا بقوهم بس لما كانوا بيمشوا من البلد دي وبعد كده الناس دي تسمع عن المسيح يقولوا ده المسيح كان عندنا ليه عشان تصرفاته عشان أخلاقه عشان زي ما أنت كنت بتقول دلوقتي من شوية أن أنا بقدم حب لكل الناس بصرف النظر هو عايز مني إيه بصرف النظر هو بيطمع لإيه فييه عايز إيه أنت كمسيحي لازم تشهد لإيمانك في كل الأوضاع وكل الحالات بحب بإيمان بعلاقات جميلة جداً بكل الناس ما ننساش في ظل حرق الكنيس البابا تودروس قال لهم مش عايز كناس أنا عايز الوطن بتاعنا فده هو ده الحب أن احنا نحب كل الناس بدون شرط بدون شروط دين مسيحي حب غير المشروط الواحد من كترة ضغوطة اللي بيتعرض لها في حياته كتير بيأس وبيفقد الرجاء بتاعه وده للاستفيع لكن الكتاب بيعلمنا وبطرة الرسول هنا من خلال الرسالة والآيات دي بيكلمنا عن الرجاء إزاي ممكن يكون عندي رجاء حتى أن أنا أفهم الرجاء بشكل صحيح هو أي؟ الرجاء فضيلة من ثلاث فضايل في المسيحية الإيمان والرجاء والمحبة عاملة كأنها ميزان في وسط الإيمان والمحبة أنت الرجاء ده هو الفايصل هو اللي يقدر يوصلك للسماء بالإيمان والمحبة فالتنين دولة يقدروا يوزنوا الميزان ويوصروا الشخصية المسيحية المتزنة لربنا وللمسيح الرجاء بيدي سلام السلام ده هو أساس المسيحية مهما تعرضنا لأي ضغوط مهما اختلف معنا الناس اللي حوالينا أنت في سلام لأن أنت عارف أنت في إيد ربنا مش في إيد أي شخص الشخص الوحيد اللي تصق فيه هو الله ولا شخص ولا مديرك ولا الناس اللي حواليك ولا عملك ولا بيتك أنت وصق في ربنا أنه بيأمن لك حياته سمعت قصة جميلة من الأباء زمان أن كان فيه واحد كان مفروض الأول على دفعته في الكلية بتاعته كل سنة امتياز 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 وفجأة في آخر السنة صقت كانت السنة دي كانت سنة قبل حرب 67 فهو الوحيد اللي صقت دفعته كلها تخرجت راحوا جيش مش حد فيهم رجع ربنا ساعات بيختار وقت يوقع شوية يحصل كده داون ليه عشان هو عنده حسابات مش عندك أنت مش شايفها ربنا بيشوف المستقبل أنت مش شايفه أنت مش عارفه هو في إيديه المستقبل والماضي والحاضر فلو أنت واثق في ربنا أنه هو في إيديه كل حاجة وبيقدر يتحكم في كل حياتك خلاص أنت ما تخافش أنت خليك واثق في إلهك واتجه للسماء زي ما كل أبقنا علمونا لما أقول أنا عندي أمل زي ما أقول أن أنا عندي رجاء ولا الرجاء دي مفهوم أكبر وأعمق لا الرجاء أعمق لأن الأمل دا محدود في فترة زمنية إنما الرجاء دا فوريفر للملكوت الأباء بيقولوا دايما إن الرجاء دا هو مفتاح السماء لو أنت عندك رجاء هتوصل لو أنت عندك أمل ضعيف قوي بيضعف ويقوى إنما الرجاء دا مالوش مقياس أنت مفروض تبقى مية في المية زي ما بيقولوا مية في المية يعني أنت طريقك محدد وقاليك على السماء ورايح عليها حتى كتير من الأباء الكهنة والخدام اللي كانوا سبقوا للسماء كان منظرهم لغاية آخر وقت إنه مبتسم على وشه بتساهمها رائعة إيه دا انت جايب دا منين انت جايب دا من ربنا أنت بيش واغدوا من الأرض إن الأرض كلها تعب قال كده السيد المسيح كلها تعب إنما هو السماء اللي بتوصل لنا السلام صحيح إن الواحد يفقد رجاءه دي حاجة خطر جدا يعني دا دا أكتر حاجة ممكن نخاف عليه يعني ممكن نقول ما عندناش أمل زي ما حاجة قلت لأنه تبقى حاجة وقتية وبمقاييس الأرض ممكن نفقد الأمل في حاجة لكن إن الرجاء اللي جوانا دا يروح مننا وما يكونش عندنا ممكن يوصلنا يعني ربنا ما يسمحش لأي حد زي يهوزة ما هو فقد رجاءه لكن بطرس كان عنده رجاء إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان مهما كانت الضغوط اللي علي ما فقدش رجائه بالعكس يعني أخذ حصاد من إن يكون جوايا رجاء أهم حاجة إنك تحافظ على الرجاء إنك تعرف إن في إيد ربنا إيد ربنا دي عاملة في آية في كتاب المقدس بيقولك منقشينا في حدقة عينه إحنا في حدقة عين الله فإحنا هل إحنا تواصق في ربنا اللي هو شايلك في عينيه العين لا يمكن الرمش يقفل إلا زكاة العين كلير واضحة فإنت لازم رؤيتك تبقى واضحة أنت شايف السماء وشايف إن ربنا بيحرك لك حياتك كلها مهما حصل في حياتك مهما تقال حواليك إنت واثق إن ربنا هو زي ما يقوله المكانة اللي بتوجهك زي جناح الطيارة لو جناح تكسر الطيارة ممكن تقع فإنت خد بالك إنت مع مين لو إنت مع ربنا إنت واثق في ربنا خلاص ما تخافش من حاجة وخليك ماشي في سكتك ولا تفقد الرجاء لأن والبصلة بتاعتك البصلة بتاعتك هو ربنا إنت واصق واصل رايح فين وعارف اتجاه بتاعك البصلة لو بازت بتعرفش توصل طب الله طب أنت لازم تصق في إلهك أنه هو البصلة بتاعتك هو اتجاهك هو اللي بيعرف يوجهك لفين ورايح فين والسمى منين هي دي أهم حاجة أهمية أن الإنسان يعيش بهذه الثقة أنه هو واثق في ربنا أن الله حتما سيأتي ولو في الهزيع الأخير قد يأتي متمهلا ولكن لا يأتي متأخرا كلمات الجميلة اللي احنا بنعود بنقولها دي أهمية الثقة أو الرجاء فالله أنه حتما سيصنع كل شيء لصالحي في آية في الإنجيل بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وأنا أريحكم لو أنت واصف ربنا مهما كان مهما يحصل مهما تشوف حياتك أنت عارف أنه هياخد الحمل السقيل ده والكلام ده بيتمي طبعا في سر الاعتراف وبتقى تحطه قدام ربنا وهو بيشيله هو بيعمل إرزلي بيخليك ماشي في حياتك بدون أسقال لأن السقل بيحني ظهر الإنسان بيخلي الإنسان تعبان في حياته فأنت لو عندك ثقة في ربنا أنه هو بيشيل الحمل بتاعك أنت مش هتشيله أنت مش هيبقى عليك سقل على ضهرك ماشي عليك أتب بسيطة بيقوله فالسقل ده لو أنت شايله على ربنا رميع على ربنا خلاص الأباء بيقوله أهم حاجة أنه أنت بيبقاش سقل ليك سقل على ضهرك أنت منك لربنا على طول كام واحد فينا واخد باله من القصة دي وبيعمل إريس دايما يشيل دايما اللي على ظهره يشيل دايما على ظهره الأسقال والأوزار اللي ممكن تعطلك عن الرجاء اللي أنت رايح له صحيح أنه ده زي تقل كده بيتقل صحيح محبة ربنا الكبيرة اللي بتخلي الإنسان حتى لو بيفقد رجاءه ربنا قبله وبيعمل معاه بدل المحاولة محاولات عشان خاطر يزرع فيه الرجاء مرة تانية لو قلنا لو إنسان ضعف وفقد رجاءه ممكن يعمل إيه عشان يرجع يقف على رجليه مرة تانية ويكون سعيد ويتزرع فيه الرجاء أحيانا الناس في ظل عدم الرجاء بيقولوا ربنا هيعمل الخير بس الكلمة دي مش هي الصح ربنا بيعمل الخير دلوقتي ومبارح وبكرة ربنا بيعمل الخير في وقت معين ربنا بيعمل الخير في كل وقت هو صانع الخيرات صانع الخيرات وده مهم الناس تتصق فيه عشان فيه بعض الناس بيتهموا ربنا زورا إنه هو بيعمل شر لأ ربنا بيعملش شر الشر دايما بيبقى جاي من ناحية الشطان عشان أنت تبقى مشيت في سكته لازم تبقى أنت عارف أن أنت ماشي وقدمك ربنا هو بيعمل لك الخير حتى لو كاين باين في وقت ما إنه هو مش خير بس ده هو ده الخير قصة واحد صاحب يحكي للي من فترة قاعد يصلي 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 عشان شغله معين وقال لك ألف أبانا لازي عشان أنا خش الشغل ده يعني لازم أكسب ما جالوش الشغلانة فربنا دبر له شغلانة تاني وبعد كده عارف بفترة أن لو كان قبل في الشغلية دي كان هيحصل مشكلة كبيرة معاها لأن الشركة دي أساسا مش شغالة فربنا بيدبر ليك الخير مهما كان مهما كان أنت شايف إيه شايف إيه قدامك أنت بعينك البشرية دي ما تشوفش إلا ساعات قليلة أو وقت قليل قدامك حدودة إنما عين ربنا شايفها الزمن كله أستاذ يهاب لو حدودك حابب سدينا رشدة روحية من خلال الكلمات الجميلة اللي تقول لنا إيه لازم نستند على ربنا ونكون في حياتنا ربنا مهما كان أنت وقتك حلو كويس وحش عندك سعاب في حياتك أنت خليك مع ربنا ما لكش دعوة باللي حواليك لأن شطان ساعات زي ما بيقولك بيدربنا ضربات كده فاخد بالك أنت ممكن تضرب ضربة ضربة يمينية أو شمالية زي الأباء ما علمونا كما واحد فينا بياخد باله من القصة دي لازم ناخد بالنا أنت رايح فين حدد هدفك وبصلتك وإعمل لخلاص نفسك تمنى لما يجيلي ضربة أو مشكلة أو ديئة يعني أعرف إزاي نهمل ربنا ولا هي زحلقة كده من نتيجة أخطائي بص هو الإنسان اللي ماشي مع ربنا بيبقى عارف يعني أنا من جوايا كده لما يبقى نروحه قدو الشغال بيبقى عندك البصلة دي بيبقى عندك تقدر تعرف إذا كان ده من ربنا ولا لا كتير من زميلنا وصحابنا فترات الثورة والقلق اللي حصل ده سابوا أشغالهم بس بعد كده ربنا وضح لهم لأن لو كانوا قاعدوا كان هيبا فيه مشاكل ربنا ساعات بيعمل حاجات تبان قدام العين البشرية إنها وحشة بس ساعة الجد وساعة لما تبقى قدامك الرؤية واضحة بتعرف إن ده صح ده ربنا ده هو ده اللي بيشوف المستقبل أنت لو في إيدك في أي شخص عالمي ده مش شايف إلى فترة عشر دقيق ربع ساعة إنما ربنا شايف المستقبل لعشرين سنة قدام كتير من الناس أصحابنا أثناء الثورة سابوا مصر وهجروا وبعد كده بيسألوني مش هتهجر بتقولهم لأ أنا قاعد في مصر في مصر في يد الله مصر جاءها سيد المسيح وقاعد فيها ثلاث سنين وستة شهر معقولة هيحصل فيها حاجة بعد فترة بقى لما استخرط الأمور وبقى الوضع اللي احنا فيه والرئيس السيسي جيه وزبالة تزبطت الناس قالت إيه ده وأنت قلت تعارف قلت لهم لا أنا معرفش عيك أنا قلت تعرف إن الله مصر في قلب الله وربنا أذكرها كتير في كتاب المقدس وقال أنا جاي ليه على سحابة سريعة فمعقول هيسيب مصر فمصر في قلب العالم وش ممكن تحصلها حكا أكيد وإحنا كلنا في يد وقلب الله وزي ما بدأت كلامك حضرتك إحنا يعني دايما وعد ربنا إننا منقوشين على كفه إننا موجودين في حدقة عينه كل دي حاجات تخلي الإنسان عنده أمان وسلام وطمأنينة نمهما كانت الموجو الريحة عالية لكن في الآخر أكيد هترسى للخير في حياتنا إحنا سعيدنا جداً وجود حضرتك ونورتنا أستاذ إيهاب الصبح الخادم بكنيسة الملاك رفايل بالمعادي ومرة تانية صباح النور عليك لسه معاكم مشاهدينا ونتكلم بعد الفاصل النهاردة اليوم العالمي للغة الإشارة بنركب المترو بنشوف كده على شاشة التلفزيون أوقات حد بيترجم لغة الإشارة يعيزين نعرف اللغة دي جات إزاي وزاي الناس بتقدر تفهم بعضية يعني زاي بيقدروا يفهموا بعض بلغة الإشارة بعد الفاصل اشتركوا في القناة